لما المسيح بيتكلم عن بغضة أعز الناس إلك ما هو المسيح يتكلم كمان إنه فيه سيف وهذا السيف لما بيفوت في العيلة بفرق ومشان هيك بتشوف إنه الناس بتفقد أغلى أغلى ما عندها اللي أجا يتبع يسوع المسيح قال له يعني دعني أودع على قلة أودعهن أهل بيتي وهم يتكلم عن مشاعر يمكن يرجع للبيت يبكو شوية ويأجل اتباع المسيح ولكن لما بيجي السيف حتى بنفس العيلة بصير في كراهية أنا بتذكر عندي صديق من الجزائر اللي أغلى الناس على قلبه أمه وخالته رموه من الطابق الثالث لتحت ولكن نشكر رب عاشت خايل الأم بترمي ابنها فهذا السيف اللي يعني توضع في البيت بصير أهل يعني البيت هم أعداء للشخص بيفتد كل شيء ولكن بالمقابل بيتكلم عن مئة ضعف راح الرب يعطينا آباء روحيين وأمهات وإخوة وأخوات اللي في الملكوت عيلة أكبر حتى من العيلة ولكن منظلنا نحب عائلاتنا لأنه منصلي من أجلهم حتى كمان هم يعرفوا يسوع المسيح يعني إحنا دائماً منحكيها للجميع مثل مسيحي أي إنسان في اتباع يسوع المسيح ما فيش إغراءات ما فيش ماديات حتى اللي بيتواصلوا معنا بحاولوا يطلبوا فيزو ما منعرفش إحنا بش بتعون فيزو ولا تعون يعني هجرة ولا وزارة داخلية لا إحنا بنتكلم عن ملكوت الله بنتكلم عن يسوع المسيح ومشان هيك إحنا منطالب دايماً إنه يسمح بقراءة الكتاب المقدس ويسمح دخول الكتاب المقدس إلى الدول العربية بدون أي نفور إذا واحد فتح كتاب مقدس يقرأ كأنه فيه سم أو كراهية ضد هذا الشخص وإحنا منصلي إنه ما يكون فيه يعني حد الردة إنه إنسان إذا آمن بالمسيح يقتل أو يزجن أو يعذب أو يطرد من الأهل أو يعيش هارب كل أيام حياته يعتبر خائن لبيته لعيلته لوطنه مع أنه المسيحي الحقيقيين هم أصحاب الوطن وهم الوطنيين يعني أثبت تاريخياً إنه هؤلاء هم الوطنيين وعلى النقيد كل اللي استخدم السيف والعنف وبإسم الدين هؤلاء لم يكونوا وطنيين بل بالعكس ضد بلدهم شوف في أي بلد عربي أدرسها وهذه الحقيقة الحقيقة إنه إحنا منقدم يسوع بدون أي مقابل بدون أي مساعدات بل بالعكس رح يكون فيه اضطهادات رح يكون فيه مواجهات رح يكون ولكن منصلح إنه الدول العربية تفتح لأنه إحنا منحب بلادنا ومنحب دولنا تفتح على أساس إنه لو حد عاوز يغير اسمه أو هويته إنه صار مسيحي عادي يروح يغير ما يكونش يعني مهدد إذا واحد عاوز يغير يعني جنسيته يعني فيه حرية في الاختيار الشخص ولكن كل إنسان رح يوقف ويحاسب أمام الرب يمكن مش عم نشوف العقاب في هذه الأيام ولكن اسمع كلام الكتاب المقدس أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول آنته غير عالم إن اللطف الله إنما يقتادك للتوبة ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله طبعا أنت في حياتك بتقرر تختار وما حد رح يأذيك ولكن في يوم من الأيام قرارك هو بحدد مصيرك وبحدد أبديتك يسوع المسيح وعد بالحياء الأبدية إن قبلته ولكن إن رفضته مكتوب مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي ستواجه الدينونة والهلاك الأبدي والعذاب إلى أبد الأبدين أنا بدعوك إنك تقول له يا رب برحمني أنا بقبلك اليوم إلى حياتي بملكك تكون رب على حياتي وملك وأنا بدعوك تكون مخلصة بصلي من كل قلبي إنك دعيت يسوع المسيح وبحب أسمع منك إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة